السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعيدة لسه مكملين في الأكلات الشتوية اللي بتدفي الجميلة جدا ومغزية في نفس الوقت معينا النهاردة السبانخ السبانخ دي مطبوخة ولا على لحمة ولا على فراف هي أرديحي لكن بجد طعمها جميلة جدا جدا مش ناقصها غير طبق السلطة وطبق رز أبيض يلا بينا كده نشوف الطريقة بتاعتها وازي كمان نقدر نفرزنها ونطلعها وتطلع جميلة جدا جدا زي اللي بنشتريها طوزة بالزبط أنا نزلت السوق كده أنا وجرتي وكنا بنشتري شوية خضار وجافع بالي إن أنا أصور لكم استبانخ الحقيقة أنا بحبها جدا وبطبخها جميل أنا تعلمتها من والدتي ربنا يديها صحة ويبارك في أمهاتنا جميعا إن شاء الله لكن أنا حبيت أصورها معاكم قد إيه هي بسيطة وسهلة وفيها شوية تركات كده صغيرة تطلع الطبخة اللي هي على قديمه اللي هي بتاعت أمهاتنا وجداتنا وقد إيه ليها كده طعم جميل جدا بجد أكلات زمان حقيقي ما فيش أجمل من كده أنا جبت السبانخ أنا جايبة كيلو حقسمه النصين نصها هتبخه معاكم والنص التاني أنا هشيره في الفريزر وهقول لكم إزاي طريقة حفظة عايزة بس ألفت نظار كل حاجة السبانخ وإحنا بنشتريها كده الربط بتاعتها أنا بشتريها طبعا من السوق من بتوع الخضار عادي جدا ما بشتريش لها من سوبر ماركت ولا من الأماكن بتكون فيها مخصولة ومحفوظة المهم عندي إنها تكون طوز زي ما إحنا شايفين كده مع بعض وعايز أقول لكم على حاجة إن الراس بتاعتها ما تشتريهاش وفيعوا يعني وإنتوا بتنقوا السبانخ نقوا اللي فيها راس كده الأحمر دي وتكون تخينها شوية عشان دي مغزية جدا يعني السبانخ كلها على بعضها الورقيات والكسبرة والراس اللي هي الأحمر دي ده كلها حاجات مغزية وفيها فيتامين مهم جدا زي ما إحنا شايفين كده أنا بمسك واحدة واحدة كده وبقشر الراس بتاعتها أو بتتحكي كده بالسكينة لو هي رفيعة وبعدين بنخرطها بقى بنخرط الورق ده كله زي ما إحنا شايفين كده المهم بقى إيه كمان في طريقة السبانخ إن هي تتغسل كويس أهم حاجة في الحضار بتاعنا خصوصا الورقيات إن هي تتغسل كويس جدا عايز أقول لكم إن أنا بفضل نقعها في المياه ونفضل نغسل فيها أول لغسلة بتنزل زبط كده وتاني غسلة بيبتدي تخفي كده ما تغسلوا يعني أنتم متحطوهاش على النار إلا لما تكونوا شايفين المياه بتاعتها صفية وبيضة زي الإشتر ده حاجة مهمة قوي طيب أنا بنقعها مثلا في مياه وخلى أو ممكن تتنقع في مياه وخلى آخر غسلة كده وبعدين بتتصفى منحطها في مصفى كده وتفضل بقى تتصفى شوية كده كم ساعة وبعدين تتبخ ده حاجة مهمة جدا في استبانخ يعني وخلى بالكو النصيحة دي بجد يعني مهمة لإن الورقيات بتكون فيها كده زي حاجات كده من الأرض اللي هي اللي تزرعت بها والكلام ده كله فلازم تتغسل كويس جدا جدا عشان ننزل عليها أي حاجة مثلا من الحاجات اللي بترش عليها أو الحاجات اللي هي بتاعت الزرع والكلام ده كله تتغسل كويس قوي زي ما احنا شايفين كده أنا غسلتها كم غسلة وطلعت هي زي الفل الحمد لله وبعدين بصف فيها وبعدين نبتدي بقى طريقة الطبخ بتاعتها النهاردة الطبخ بتاعنا هيكون بالطريقة المشامي المشامي اللي هي كل حاجة على بعضها مش بنحمر بصلة وممكن ما نحطش دهون خالص ولا الكلام ده كله كله كده على بعضه طيب هي لها طريقة معينة ولا أي حاجة فيش أبسط ولا أسهل من كده انت وفي نص ساعة تعود تأكله استبانخ الجميلة دي أنا جبت الحلة بتاعتي وحطيت فيها استبانخ متقلقوش هي بتبقى هيشة كده شوية في الأول الورقيات لسه هيشة لغاية ما تستوي شايفين المية بيدة زي الفل زي ما احنا شايفين كده مع بعض بعد ما حطيت بقى استبانخ أنا غسلة كوزبرة وخرطتها كده صغير وحطيت عليها معلقة كبيرة من الطم المفروم زي ما احنا شايفين هناخد جزء منها على استبانخ وهي نية والجزء التاني هو اللي هيتحمر بمعلقة الزيت أو معلقة سمنة أو معلقة زبدة كده صغيرة زي ما احنا شايفين مع بعض هنسيب بقى بقى الكوزبرة والطم دول على جنب ونكمل بقى استبانخ بتاعتنا شايفين الطريقة بسيطة هي وسهلة خالص هنجيب بقى بصلايا كده مفرومة انا بشرت كده بصلايا صغيرة وهنجيب بقى عصير الطماطم بتاعي ممكن نحط نص كباية من عصير الطماطم معلقة كبيرة كده من السلسة هي استبانخ مش بتحتاج طماطم كتير قوي فيعتبر يعني تقريبا نص كباية كده او ممكن كباية لرابع كده من عصير الطماطم زي ما انتو شايفين انا حطيت نص كباية من الطماطم طماطم بيوري عادي كده مضروبة في الخلاط ومعلقة كبيرة من السلسة طيب ايه بقى البهارات اللي ممكن احنا نحطها على استبانخ ممكن ملحف الفل اصمر وشطة وبس لكن يعني لو حابين بقى تضيفوا اي اضافات تانية ممكن بابريكا ممكن مثلا بهار فراخ بهار لحمة دي براحتكم او مرأة دجاج زي ما انتو عايزين انا حطيت ايه بالنسباني ملحف الفل اصمر وحطيت السبع بهارات لان فيها كده طعم بتدي للخضار كده طعم حلو جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض وضفت شوية كده من الشطة فكان حقيقة عمها جميل جدا شايفين الطريقة بسيطة وسهلة اوي زي ما بقول لكم ما فيهاش اي افتكاسات خالص دي استبانخ بأسهل حاجة دي الطريقة اللي هي القديمة زي بتاعت بقول لكم زمان كده وطبعا بس هي الطريقة بتاعت زمان كان بيتحمر لها بقى بصلة في السمنة كده وجو كده جميل بتاع زمان بس لو احنا بنكل الاكل صحي خفيف فبنحط كل حاجة على بعضها ممكن بقى انا كده خلاص حطيتها على النار وحطيت لها قد تقريبا كباية كده من المياه وغلوتين كده وبهدي النار وبعدين بضيف لها معلقتين من الرز اه ممكن معل واحدة بس من الرز على نص كيلو او ممكن معلقة من الفريق او ممكن معلقة من البرغل ليه بقى آآ بتاقي الاستبانخ شوية بتاديها قوام ان انتو تقدروا تغمسوها كده بالعيش اللي مش حابب الاضافات دي برحتكم لكن الصراحة انا متعلمها من والدتي ان هي كدت بتدي فيها رز لكن زي ما بقول لكم ممكن آآ بديل الرز ممكن فريق ممكن برغل معلقة واحدة بس على نص كيلو وسبتها بقى تغلي على النار وهدتي النار كده لغاية ما تستوي تقريبا من عشرين دقيقة كده لنص ساعة وبعدين احنا جبت معلقة من الزيت الدراء حطته في الطوصة وسخنتها كويس جدا وبعدين حطيت بقى الكزبرة والتون بتوعي وعليهم برضو رشة صغيرة من الملح والفلفل اصمر وافضل بقى اقلب فيهم كده وحمر فيهم على النار زي ما احنا شايفين كده مع بعض وطبعا مطرت على البتاجاز وبهتلته ورجعت بقى نضفت الدنيا بعدها زي ما احنا شايفين كده مع بعض تحمر لغاية ما تاخد اللون الدهبي ده وبعدين نروح حطينها هي دي الطاشة اللي هي بتاعة السبانخ نفس يعني شبيهة كده لطاشة الملوخية بس بتاعة السبانخ بقى مش بنقول بقى فيها اي حاجة احنا بس بنحطها كده على طول ونبنقلبها وبس كده السبانخ بتاعتنا خلصت شايفين حاجة بسيطة وسهلة ومغزية زي ما بقول لكم مش نقصة غير طبق بقى كده رزد ابيض يعني طبعا بالنسبة لنا من اربع لخمس معالق كده رزد مسلوق او رزد ابيض عادي الل احنا بنعمله او رز حتى بالشعرية مفيش مشكلة منه وطبق السلطة وزي ما بقول لكم بقى حتة البهارات دي حاجة ترجع لكم المهم ان السبانخ دي مفيش اسهل ولا ابسط من طبخها وطريقة الحفز بتاعتها كمان بسيطة جدا وسهلة النص كيلو البيعي انا غسلت كويس جدا وبرده صفيته صفيته بقى سبته يتصفى كده من بالليل لغاية تاني يوم الصبح آآ لغاية ما تصفى من ميته خالص وبعدين بنحطه في كيس كده كياس التلاجة بتاعتنا وبشيل كيس ص تغير بحط فيه التوم والكزبرة لما بخرجها بطبخها بنفس الطريقة بس كده هاي دي طريقة حفزها مفيش لاسهل ولا ابسط من كده شايفين بقى الشكل والجمال والطعم والسلطة دي ايه كده جميلة والسبانخ اللي هي تقيلة ولا خفيفة متوسط فاجربوها وقولوه رأيكم وما تنسوش برضو تحفظوا جزء في الفريزر ينفعل بعد كده زي ما انتم شايفين كده الكيس زي ما احنا شايفين بنشيله في الفريزر وبعدين بنخرجه على الطبيق على طول من نفس الطريقة اللي احنا عملناها اتمنى يكون الفيديو بوسيط وعجبك واشوفكم بقى المراجعة على خير